دعاء دعاء المقبورين هو مما يخالف التوحيد الذي جاءت به الرسل يخالف لا إله إلا الله لأنه مقتضى لا إله إلا الله لا تتوجه بالعبادة إلى سواه أن تعبده وحده لا شريك له ولهذا لا يجوز لأحد أن يأتي إلى القبر ويسأل المقبور أو يكتب كتابه ويقول أنا فلان من فلان عندي الحاجة كل هذا مما يتعارض مع قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وهو داخل في قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند دعائهم غافلون هؤلاء لا يدرون ما تقول ولا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم فالملكه لله يقصد وحده جل في علاه ويطلب منه العطاء سبحانه وبحمده فمن سأل المقبور أو طلب من المقبور حتى أن يسأل الله له فهو أيضا جاهل وقد قال جماعة من أهل العلم أن هذا من الشرك أيضا وقال آخرون بل هو من وسائل الشرك وعلى كل حال هو مما ينبغي تجنبه والبعد عنه فإن هذا قد انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثا من علم النافع وصدقة الجارية وولد صالح أن يدعو له لو كان هذا يمكن أن يستمر عمله لما انتظر دعاء ولد صالح لكانه يدعو إلى نفسه ويدعو لنفسه بما يدعو لكنه انقطع عمله فلا يدعو لنفسه حاجزا أن يدعو لنفسه فكيف يطلب منه أن يدعو لغيره فيأتي يا سيد فلان أو يا الولي الفلاني أو يا فلان أدعو الله أن يرزقني ولدا أدعو الله أن يهديني هذا كله من الضلال المبين والحراف الكبير الذي يفعله بعض الناس خروجا عن السراط المستقيم الذي يجب أن يراعى فيما يتعلق بالقبور